ألف مبروك لأبطالنا المصريين في دورة الألعاب الأولمبية سواء الأولمبية أو البراليمبية يمكن فرحنا جدا بهذه الميداليات وزي ما فرحنا ب... يعني ربنا جبر خاطر أبطالنا البراليمبيين بهذه الميداليات رب النهاردة أيضا نشوف نتيجة نتبسط بيها النهاردة جمهوري الكرة المصرية حتنتظر مباراة مهمة جدا مباراة منتخبنا الوطني أمام منتخب بيتسوانا بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا عشرين خمسة وعشرين المباراة دي تعدل معادها من الساعة أربعة وحتبقى نهاردة الساعة سبعة مساءات خلينا نتعرف النهاردة على تفاصيل استعدادات منتخب مصر الأخيرة للمباراة وإيه الطريقة اللي هيعتمد عليها كابتن حسام حسن في المباراة تشكيل المتوقع ممكن لمنتخبنا تفاصيل كتير هنعرفها من ضفنا اللي منوارنا في الستوديو الناقد الرياضي إسلام علوي منوارنا يا أستاذ إسلام أهلا وسهلا بك صباح الخير عليكم على كل المساء اللي بتابعونا وإن شاء الله بإذننا نضيف المعلومة للناس عايزين إن شاء الله طيب لما نبتدي نتكلم عن مباراتنا النهاردة قدام بتسوانا بالورقة والألم كده بتسوانا كانت البعثة علقة في نواك شط فمش عارفين كانوا يوصلوا بدري الأجواء هم مش لحقين يريحهم مش لحقين يتمرنوا منتخب المصري مسافر بطيارة خاصة وحاجة آخر دلع وما فيش بعد كده خدنا استعدادات مبارح بالورقة والألم إحنا تماما لا طبعا الأمور عندنا كويسة وبدونا حتى ما نرتاح يعني فيه فروق كبيرة جدا بيننا وبين منتخب بتسوانا التاريخ بيقول كده إحنا ملعبين منتخب بتسوانا في مجمع للقاءات ست مباريات على مدار التاريخ يعني منهم ماتشين والدين في الست مباريات كلهم متعدلين لقائم فقط وكسبلين أربع لقاءات فالتاريخ بينصفنا تماما لعبنا تقريبا على فكرة كل اللقاءات في شهر عشرة بعد اللقاءة أحب بس كم شهر ستة أقول لقاءة بيننا وبينهم كان في 2006 تعادلنا وآخر لقاءة كان ماتشودي في 2019 كسبنا بنتيجة واحد لشيء إن التاريخ بينصفنا جدا بالنسبة لمنتخب السنة وبالنسبة للمجموعة كلها هما مش بنفس قدراتنا يعني موضوع تغيير الموعيد واللي حصل دوت حاجات طبعا خارجة عن إرادتنا وبرضو إرادتهم هما كمان هما كانوا بالعب باللقاء مع منتخب مرتانيا خسروا طبعا بنتيجة واحد لشيء وبعد كده الطيارة تعطلت بيهم برضو هما وصلين النهاردة الصبح فيادوب ممكن أوصلوا بعد ساعة بسيطة جدا ليه في ليلة المباراة طلبوا من الاتحاد الأفريقي إن هما يأخروا المعد لحد ساعة تسعة تمانية بتاويتهم هما فالاتحاد الأفريقي وافق إحنا طبعا البعث عندنا رفضت الكلام ده لأن إحنا برضو ملتزمين بمعادة طيران بالنسبة لعبا المحترفة صلاح يا سافر في لقاءات كمان دي النادي الأهلي والبرامج والزمالك والمصري ففيه لعيبة كتير جدا فيه لعيبة للنادي الأهلي هتروح كينيا وفيه لعيبة من الزمالك هتسافر فمجموعة الأندية اللي عندنا طبعا ملتزمة بموعيد طيران فالاتحاد المصري ده طبيعي جدا إحنا حاولنا نوصل لحلول ترد جمال أطراف برضو منتخب بتسوانة معذور بالنسبة لموضوع الطيران اللي حصل لهم وإحنا كمان عندنا معايد فكان الاتحاد الأفريقي في مصر كبير جدا أنه هيدي المعاد إمكان ميسك العساية من نصر في الإخراق لهم تمانية المعاد ده يمكن أرتضى بيتجهز الفني بتاعنا تمانية بتاوئيط مصر السبعة عفهم بتاوئيط مصر بعدما كان التمانية بتاوئيطهم هما يعني من تسعة لحد سبعة رجحها ساعتين بدلا من أربعة وإن شاء الله بإذن الله إحنا زي ما قلت لحضرتك المعاشرات كلها بالنسبة لنا إيجابية منتخب بتسوانة كل احترام منتقدر لهم يعني ما فيش مقارنة تماما الناحة الفنية بيننا وبينهم بتشكيل حيبقى عامل إزاي تبتجر كابتن حسام حسن يعني محضر مفاجأت محضر مفاجأت وعندنا إصابات برضو يعني طبعا المفاجأة كبيرة عندنا طبعا أصابة مصطفى محمد أصابة كبيرة مهمة جدا عندنا ثلاثة إصابات يمكن هما كانوا أربعة ربنا أقدرها في الآخر هما بقوا أتنين إحنا كان عندنا مصطفى محمد عندنا عمر مرموش عندنا رمي ربيعة وكمان فيه مشكلة حجازي فإحنا بنتكلم على غيابات الأربع العيبة محمد حمدي كان بيعرك في التمرين ومحمد حمدي بس خلاص محمد حمدي ورمي ربيعة الاتنين سولا ما فيش أي مشكلة خالص كان مجرد شد عضلي الجهاد عضلي بمعنى الأصحة والتشخيص الطبي لكن عندنا اتنين فعلا اللي هيحتاجه فترة أطول يعني عندنا عمر مرموش فيه جزع في الرجبة ده بياخد فترة طويلة شوية عندنا كمان مصطفى محمد عنده برضو شد فيه العضلة الخلفية لكن بيوصل لمرحلة المزق شوية ده برضو ممكن يستوجب منه فترة أطول فالنهاردة هنشوف فيه غيابات أكيد ممكن نشوف قسامة فيصل بيلعب مكان مصطفى محمد في النحاة الهجومية ممكن نشوف كمان يعني تغييرات فيه بعض المراكز ممكن النهاردة أكيدا شوفت ريزيجي لو أسامة فيصل نزل كده مش حيبقى فيه كلام زي ما كان بيتقال إنه ممكن كابتن صراح يلعب مهاجم صريح لو أسامة فيصل كده يبقى احنا مش محتاجين حنثبت مراكز حنثبت مراكز بس احنا كده كان عندنا أوراق تانية يعني برضو أسامة فيصل خامة وشرة جدا صراح مثبت نفسه في الهف اليمين بالتبادل بده بن زيزو على فكرة نين بيعملوا روتيشن عندنا كمان ترزيجي يقدر حلم حلة مرموش بشكل كويس جدا عندنا في خط الظهر بتاعنا فيه ثوابت هنشوف برضو رامر ربيعا الحمد لله تسماسل لشفاء حمد فتحي هيكون متواجد جنبه كمساك محمد هلين ناحية اليمين محمد ناحية الشمال في نص ملعبة نين ارتكاز هنشوف محمد النين النهاردة هنشوف مراوانة عطية قدامه هيكون تلاتة هنلاقي ترزيجي ومحمد صلاح وزيزو زمانة الحركة الاحتمال الكبيرة أنه يكون صلاح في ظلمه جاهزية كابتن صلاحة تبقى عاملة في ظل أن بطبيعة الحال وجوده أصلا في الملعب قدام منتخب بوتسوانا ده في حد ذاته يعني مهيبة كبيرة للمنتخب طبعا هياخده مع صور تسكرية الكلام على أسطورة طبعا ده يعشقه طبعا ده نجم كبير جدا وطبعا وجوده في المحافة الإفريقية بياخده مع صور فعلا وبيستمتعه بوجوده نجم كبير رغم يتعرض لحاملات كبيرة جدا من الضغط لكن أرقامه في الكورة الإنجليزية بتأكد أننا قدام أسطورة كبيرة جدا يعني لازم نعتز بها مشكلة حجازي كمان برضو نتكلم فيها بشكل عاجل نحتاجين نتكلم في الموضوع ده كلنا بصراحة كشارع رياضي مصري وكصحفين فيه تحامل شوية على الفكرة بالنسبة ليه الجهاز الفني المتخب مصر أنا وجهة نظر أن الجهاز الفني لم يخطئ في ملف أحمد حجازي ليه سببين؟ السبب الأولاني أن أحمد حجازي كان مفترض أنه يمتسل ليه قرارات الجهاز الفني بسواء بإشراكة وعدم إشراكة وإذا كان بيطالب منه إحماء عشان كان رمى ربيع بيشتكي وكان فيه قرارات إذا كان هيخرج أو ما يخرجش فأنا بطلب منك كلاعب أن أنت تقوم تسخن ده دوري أنا كجهاز فني ودورك أنت تنفذ التعليمات ثم بعد كده كمان الأمور بتعدي وكابتن حسام حسن في المؤتمر الصحفي بيجي يقول شاد ده واللعب عنده رغب أنه هو يشارك ولئن بعدها ينزل كمان على حساب وعن انستجرام بيقول أنا ممشتش بالمنتخب ده هم اللي مشوني ورفض ذكر حتى اسم كابتن حسام حسن بيقول الجهاز الفني هو اللي طلعني وبيتكلم على أن الخلاف اللي حصل ده هو وصفه بالمشدة وبيقول المشدة اللي حصلت دي كاعدة مرأة أو ما سمع من الجميع أعتقد أنه هو لعب محترف صيغة اللفظ الموضوع ما هي مش مشدة ما ينفعش يكون بينك وبين الجهاز الفني مشدة تاني حاجة الالتزام بتعليمات الجهاز الفني ده شيء محترم جدا ومقدس احنا عارفينه في أي حتة في الكرة دايما بنضرب المسأل دايما باللعب اللي بيلتزم بتعليمات الجهاز الفني شفنا أمثلة كبيرة في الآخر القرار بيكون للجهاز الفني وليس لللعب استبعد أحمد حجازها يأثر معنا من ناحية الفنية لأنه نيجب كبير جدا لكن في نفس الوقت احترام قرارت الجهاز الفني أعتقد أنها ولوية قصوى لأن كابتن حسام حسن عامل طفرة كبيرة مع ده منتخبنا محتاج لدعم ومحتاج كمان أن اللعيبة محدش يتكبر على دوره هو يمكن من دايق شوية أنه ممكن رامي ربيعة بعض من جميع النادى الأهلي بتقول أنه هو من ناحية الفنية أو البدنية مش أعلى حاجة لكن قعد اكتشاف نفسه مع كابتن حسام حسن نتكلم على الحمد فتحي أنه لعب أصلا مركزه الأساسي خط وسط بلعب في قلب الدفاع بيحييه في مكان جديد تماما وجايب كمان لعيبة تانية زي أحمد رمضان بيكهم زي لعيب من سراميكا كلوباترة مجموعة لعيبة وبيشوف أنه في وسطهم محتاج دور أكبر ده طموح مقبول ولكن لا يتعدى أنه وصل لمرحلة الغروج كابتن حسام حسن نفسه في 2006 كان قاعد على الدكة في منتخب كابتن شحيطة مزوط فأحنا بنتكلم كابتن حسن شحيطة فأحنا بنتكلم في فكرة أنه يعني مقتضيات المباراة هي اللي بتقول الالتزام محدش كبير على المنتخب وروح حضرتك ذكرت 2006 في اللقطة الشهيرة بتاعة كابتن أحمد حسان ميدو وكابتن حسن شحيطة في جيل كان لسه بيتم تكوينه وكان مجرد لسه عجين مع كابتن أحمد حسان ميدو المحترف الوحيد المتسام بالعالمي لما جاء اعتراض الناس لحد اللحظة دي متذكرة المواقف وبالضبط وبتلوم على أحمد حسان ميدو وميدو بيقول له وراجع بها الزمن عمري ما كنت عمل لقطة زيادية هيك اتحية كاريكاتورية ظهرت حتى في بعض الأفلام الكوميدية يمكن وقتها كان في فيلم طبعا استهلكوها شكل كوميدي يا أحمد ميك مزبوط مارتن يول كمان لما كان مسك توتن هام والاعتراض الشهير بتاع كابتن حسان غالي رحل برضو رغم انه هو ما كانش بياخد فرصة دايما التاريخ لا ينصف اللاعبين اللي بيعترضوا على الجهاز الفني أبدا فاحنا بنقول لكابتن أحمد حجازي عليل نوعي راجع نفسه وبالذات في العلن في العلن طبعا وانت كمان بتصعد أكتر كابتن حسان في المؤتمر الصحفي بيهدي وكابتن حجازي بيعلي يعني كابتن حسان قال ده لاعب وأنا حاسس به ولكن أنا استشعرت انه هو مش جاهز نفسيا والنقطة دي مهمة جدا هو بيقول مش جاهز نفسيا للقاء ما قالش بدنيا ولا قال فنيا ولا حتى زينيا اللي أقولك نفسيا وده دور ما عرفوش غير بقى مدير فني لعب كرة قبل كده هو حاسس ان يمكن أحمد حجازي مش مهيئ انه هو يشارك في هذا اللقاء قرار لازم يحترم ولكن لاينا بعد كده ان أحمد حجازي بدلا ما هو يعني حاول انه هو يهدي او ينزل بوست دعم للمنتخب ويقول انه هو يحترم قرارات الجهاز الفني بيقول لا ده تم استبعادي عشان المشده وعشان وعشان فالتصعيد دوت نتمنى انه هو يهدى ونتمنى انه ينزل بوسته يتظهر ونلاقيه ان شاء الله في المعسكر الجاي كلمنا عن منتخب بوتسوانا عاملين زي تفاصيله ومديره الفني أبرز اللاعبة المحترفة منتخب بوتسوانا منتخب فقير يعني من ناحية اللاعبة المتواجدة يعني يعني ما عندهش امكانيات يمكن تسكر يخدنا ملعبهم بيسيعل 26 ألف مقعد يعني هما منتخب حديث او اللقاء بيننا وبينهم كان في 2006 فهم منتخب لسه مازال مستجد بيحاول يظهر على الساحة ولكن بلا اي انياب على الساحة الافريقية ملوش اي تأثير ممكن نسكر اقول لحضرتك مثلا ان هما ممكن يعني نعول عليهم ان نلاقي مثلا منهم تأثير في لعبة محترفة او لعبة مؤثرة في اي مكان فهم اغلبهم بلعبوا في القرى الافريقية في حتى كمان يعني نقول ادغال افريقية بلعبوا في الدور الكاميروني بلعبوا في الدوري النجيري بلعبوا في الدوريات المحيطة بيهم ولكن ما عندهمش المحترفين اللي ممكن اقول لحرك مثلا ليهم لعبة في الدوري الإنجليزي او ما الى ذلك ما عندهمش مشاهير ممكن اجا اقول لك مثلا ان فيه لعب معين ممكن احنا نعمل حسابه النهاردة ولكن هما منتخب مكتهد بلعب بحدود امكانياته الامكانات عنده مش عالية تماما اقصى انجازاته حققها مع منتخب مصر هو التعادل سنة 2006 مع منتخبنا المصري في عندهم كمان على ارضهم في بتسوانة بنتيجة تعالول سفر سفر وده اقصى نتيجة هم حقققوا في اللقاءات الرسمية واقصى نتيجة كمان حقققوا عندنا في اللقاءات الوديان هم تعدلوا معنا واحد واحد ولكن دايما في النتاجة هم نكسبهم على ارضهم هناك انا فكرة هم نكسبنهم قبل كده اتنين للاشئ في نفس الملعب دوت وبنسبة لنا اعتبر نزهة لقاءتنا مع بتسوانة طيب كابتن حسين بيلعب اغلب الاوقات اربعة تلاتة تلاتة متخيل انه نهاردة في ظل الغيابات اللي موجودة عندنا عندنا امام معشور عندنا مصطفى محمد عندنا محمد حجازي وعندنا مرموش يعني عندناك اربع غيابات على الاقل ممكن تبقى مش موجود متخيل انه ممكن يلجأ ليه اربعة اتنين تلاتة واحد مثلا عشان يقفل نص الملعب ويبقى ماسك الدنيا بالزبط هو انا اعتقد انه هلعب باتنين ارتكاز يعني برضو هيلعب بخطة الظهر حمد فتحة يكون جنب رام ربيع محمد هيني نحية اليمين طبعا محمد حمد ناحية الشمال اتنين ارتكاز محمد النني وهيكون مروان عطايا غيابات امام عشور طبعا وغياب مرموش وغياب مصطفى محمد مؤسرين ولكن منتخبنا ولادة الحمد لله عندنا نجوم كبار اتنين ارتكاز نقولت لحضرتك هيكون محمد النني من وجهة نظر جنب مروان عطايا هو كمان اضاف ناس زود احمد عيد بالزبط يعني برضو اعتقد ان حتى الاسامي اللي هكون موجودة ديت كمان عندها الملكة اللي هتكون تسد ولكن في اماكن هو مش نفس الاماكن اللي تمت الاصابة فيها يعني اذا كان بيضيف حد ناحية اليمين مع محمد هاني فاعتقد ان هو للتنشيط ليس اكثر ولكن مش عشان يعوض الغيابات او الاصابات لان هما العيبة مش في نفس الاماكن اللي العيبة اللي تصابت ولكن هم نتكلم على مين اللي موجود يعني هم نتكلم على غياب مرموش فاحنا الحمدلله عندنا تريزيجية بنتكلم على غياب مصرحة هايبه في نص الملعب مرموش تريزيجية تريزيجية عندنا هلعب هف شمال في نفس مكان عمر مرموش واللي ممكن هلعب على الدايرة احمس اقل زيزو بلعبها كويس جدا وصلاح لا يلعب ناحية الامين اللي تنين دولو بيعملوها مع بعض اللي بتتوازي في وسط المرش بتلاقي صلاح هو ننزل النص وزيزو راح ناحية الامين وزيجية وزيجية حضرتك يعني بنسبة كبيرة جدا أسامة فيصل هيكون هو المهاجم وممكن طبع فيه إبراهيم عادل نجم كبير جدا ومتقلق كمان حتى مع متخابنا الأولمبي ممكن يكون ليه دوره ممكن يفاجأنا كابتان حسام حسن يلعب بمهاجم وارد يعني حالته الفنية والخططية تساعد أنه يكون موجود تقييمك إيه لتجربة حسام حسن لغد دلوقتي ممتازة ممتازة جدا ومحتاجة دعم ده المهم يعني بلاش عقودة الخواجة ونحاول نحن ندعمه احنا مسك أندية كبيرة جدا حق معنا جحات زي بل كامل مصر بورسعيدة أندية كتيرة جدا ووصلها لأماكن قوية لما يكون موجود معنا مدرب وطني في الحتة دي هاتمحتاج مننا دعم كبير جدا زي ما كابتان إهاب جلال كام موجوده والأسف اتعرض لضغط كبير جدا احنا محتاجين دعم كبير لكابتان حسان ما قلش على روي فيتوريا ولا قل عن كوبر ولا كل الناس الموجودين ما عملوش طفرة بالعكس ده هو فاهم كمان طبيعة اللعبة المصرية أعتقد زي ما حرك بتقول من ساعة كابتان حسن شحياتها لحد دلوقتي ولكن اثنين مدربين الوطنيين بيسلموا بعض وأعتقد أنها بنفس سيكون جاية بنفس القواب نفس التأثير وما شفناش حد جابنانا مطلط غير المدربين الوطنيين حسن شحياتها محمود الجوهر وإن شاء الله حسن حسن كبير يارب إن شاء الله لطفرة كبيرة طبعا استكمالا لكلام حضرتك كابتان حسن بيعمل حاجة لطيفة جدا إنه مدخل لعيبة صغيرين محترفين وكل حاجة ولكن لعيبة صغيرين مدخل جيل جديد في المنتخب بيستعين بلعيبة من المنتخب الأولمبي يعني هو دلوقتي استعان بحمد عيد كوكا موجود بالفعل مين تاني موجود في إبراهيم عادل يعني هو في مجموع طبعا مدخل جيل جديد بيطعم بيلم وخد مصطفى الشناو وخد حمزة علاء لا واخد مجموعة كبيرة ما تقلش عن ست لعيبة يعني من منتخبنا الأولمبي واخد لعيبة كمان من أن ده محدش كان يتوقع أنهما يضموهم يعني من سرميكا كلباتر أسامي جديدة ما كناش متعاودين عليها يكونوا موجودين أحمد نبيل كوكا كمان سنه صغار جدا بنتكلم على أحمد إذا ما حرك قلت بتتكلم على أسامة فيصل بتتكلم على أبراهيم عادل بتتكلم على حمزة علاء الحارس كمان اللي هو التالت في النادي الأهلي كنا عنده ثقة أنه يحطه والفكرة ده كان ضغط كبير جدا على الراجل أنه هو إزاي تضم أربع حراس مرمى منهم تلاتة من نادي واحد فدي كانت مشكلة كبيرة ولكن النادي الأهلي ما شاء الله عنده تخمة في المركز دوت وكلهم أحسن من بعض فحمزة علاء كان شهر المنتخب للأولمبيا في البطولة طبعا الأولمبياد بغض النظر على اللقاء الأخير ليه أزواب كتير جدا ولكن حالس كبير مصطفى شبير برضو حادث صغار في السن وعنده أمكانيات كبيرة جدا تتكلم عن طبعا محمد الشناء بخبراته العظيمة مهدي سليمان ندليه برضو حقه فلا كابتة الحسامة عامل تنويع مهمة جدا يمكن التنويع كمان بتروح شوية بتلجأ لي الأندية كمان اللي مش بتحصل ألقاب مثل سراميكا كولوباترا لما تأخذ منه مدافع وسراميكا كولوباترا ما بينها في السراقب بعد طبعا فوزه بكسر ربط ده حاجة تخترم ولكن أنا بتكلم أنه ليه السنة دي ما زال تحت يعني بتطور وبيعلى وبيوصل لمرحلة أكبر برضو حطت عينه على أنديه ذا البنك الأهلي لما أخذ مثلا حسامة فيصل لما روح للبرونيس مش بس مدير فني لمنتخب مطر هو كشف لأماكن أو لعيبين كانوا بحتاجين يكونوا موجودين في المنتخب ويطعم بيون المنتخب عين حسام حسن عين حسام حسن اللي هو بيطلع اللعب 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 عنده روح عنده التزام عنده عزيمة عشان يكون في الأخير موجود وهو حسام حسن أو كابتن حسام حسن من نوعية المديرين الفنين اللي بلعب دائما بالحمس واجرنتا واختيارته دائما اللعب اللي عنده روح دائت باعتقادك النتيجة تبقى كامل نهاردة إن شاء الله بإذن الله نكسب اتنين فيما فوق إن شاء الله إحنا عندنا الإمكانات لديت وزي ما قلت لحضرتك احنا منتخب مصر احنا منتخب مصر منتخب مصر على فكرة بينزل بإسمه هناك بيعملون لنا مليون ألف حساب وهم عارفين القدرة التاريخية كبيرة جدا يمكن فيه تراجع شوية من ناحية الفنية إن شاء الله كابتن حسان حسن يغير القاعدة ديت فيه تراجع في السنوان اللي فاتت بسبب أي إن كانت الأسباب عقدة الخوائج المديرين الفنيين اللي بيجوا ومش فاهمين تركبة اللاعب المصري شوية دلع من اللاعبين المصريين ولكن أعتقد لا إحنا رجعين رجعين بشكل كبير إن عندنا مدير فني مصري فاهم تركبة اللاعب أعتقد كمان إن درس أحمد حجازي بعد كده ممكن نلاقي دلوقتي خلافه مع كابتن أحمد حجازي وهي تحل ولكن هيفهموا تركيب الكابتن حسن حسن إن هو مدير فني عايز اللاعبة اللي بتحب فعلا المكسب مش اللي بقى اللي بتلعب عشان اسمها أو عشان التشيرت فدي تركيب إن شاء الله بإذن الله هنكسب بنشوف التجارب المنتخباتنا العربية الشقيقة كلها عاملة أداء أكتر من روعة المنتخب المغرب إن شاء الله فوزين على التوالي منتخب الجزاري بيفوز منتخب التونسي كمان بيفوز منتخب مصري الحمد لله مكمل منتخب الليبي ممكن نتعادل إن شاء الله نتمنى كل التوفيق فهي تجربة حلوة والمنتخبات كلها وقف على رجليها وإحنا إن شاء الله بإذن الله نسبة كمان المستحيلة لسا مصري وإن شاء الله هنسعد أكيد إن شاء الله كمان بطولة بطولة أفريقيا في المغرب بإذن لكم مصري أنا عند ثقة كبيرة جدا في المنتخب إن شاء الله ملعب فرانسيس إن النهاردة هنخرج منه من نتيجة كويسة هنكسب اتنين فيما فوق إن شاء الله بأمر الله كل شكرا لك النقد الرياضي إسلام علوي نورتنا وشرفتنا شكرا لجودك معنا أنا أسعد شكرا جزيلا لي